بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا وارضاء والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على منهاج دعوتهم إلى ومدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في درس آخر من سلسلة الدروس البيانية المباركة لنستأنفى بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما به يتضح الصحيح من السقيم وبما به يبرز العمل من عدم العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول وبالله التوفيق إن علماء الحديث عامة عملوا كل ما في وسعهم من أجل أن يدرسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مختلف جوانبه فقد نظروا إلى السند نظرة دقيقة عملوا من خلالها على البحث عن أحوال الرواة وصفاتهم وما دقيل في حقهم من جرح أو تعديل إلى غير ذلك ثم إنهم نظروا كذلك إلى المتن فدققوا وبحثوا عما يمكن أن يؤدي إلى فهم سديد وفقه رشيد يتضح من خلاله المراد الحق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا نشأت علوم ترتبط بالسند سميت بعلوم السند وعلوم أخرى ترتبط بالمتن سميت بعلوم المتن وكل هذا من أجل وصول إلى حقيقتين كبيرتين أما الأولى فهي التمكن من الوصول إلى الحديث الصحيح كما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال دفع الأحاديث الواهية والموضوعة والمنكرة ثم الحقيقة الثانية وهي حسن فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلوم التي عرفت فيما سمي بعلوم المتن ما يصطلح عليه بعلم الناسخ والمنسوخ هذا العلم علم جليل وعلم دقيق ولا يسع المهتم بالعلوم الشرعية الجهل به لأنه يؤدي إلى حسن الفهم وإلى جودة الفقه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي هو علم الناسخ والمنسوخ تكلم فيه العلماء وأشار إلى قضاياه ومسائله حتى إن علي رضي الله عنه وأرضاه مر ذات يوم على قاص وهو يحدث فسأله أتعرف الناسخ من المنسوخ فأجابه بقوله لا فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه هلكت وأهلكت قال الإمام الزهري أيضا وهو يتحدث عن أهمية علم الناسخ والمنسوخ أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه وقبل أن نتكلم عن بعض التفاصيل المرتبط بهذا العلم الجليل لابد أن نعرفه أولا وأن نبين حده حتى نتمكن من إدراك ما نتكلم عنه فما المقصود بالنسخ؟ من المعروف عادة أنه عندما نعرف لفظة أو مصطلحا لابد من البدء بتعريفه من حيث اللغة قال أهل اللغة إن النسخ يطلق على التبديل والإزالة والنقل ولذلك يقولون نسخت الشمس الضلة بمعنى أزالته أما عند أهل الاستلاح أي عند أهل الفن فنجد أن العلماء عرفوه تعريفات متعددة لعل أوعبها وأجمعها ما عرفه به الحافظ بن حجر في نزهة النظر عندما قال النسخ رفع متعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر علىه النسخ رفع متعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر علىه وقد ذهب العلماء إلى أن تعريف بن حجر هو التعريف الأذق والأجمع لمفهوم النسخ من خلال هذا التعريف يتبين أن الحديث عن النسخ له شروط من ذلك أن النسخ لا يمكن أن يكون إلا فيما يرتبط بالأحكام الشرعية ولذلك قال رفع متعلق حكم شرعي فلا يمكن أن تحدث عن النسخ في الأخبار أو عن النسخ في العقائد أو عن النسخ في أمهات الفضائل والأخلاق النسخ لا يتمحور حول هذه الجوانب وإنما النسخ ينصرف إلى الأحكام الشرعية ثم إن الحافظ بن حجر يقول بدليل شرعي متأخر علىه أي لا بد للمنسوخ به أن يكون منفصلاً على المنسوخ بمعنى أن يكون متأخراً علىه لأن بالتاريخ نستطيع أن نميز بين النسخ والمنسوخ فيعمل باللاحق ويترك السابق ثم إن من الشروط التي تحدث عنها علماؤنا في بيانهم للنسخ ومتعلقاته أنهم قالوا لا بد للنسخ أن لا يكون مقيداً بوقت لأن التأقيد يمنع النسخ أي لا بد للحديث عن النسخ أن لا يكون مرتبطاً بوقت معين لأنه إذا كان مرتبطاً بوقت معين فلمجل للحديث عن النسخ ثم إن هذا النسخ لابد أن يكون بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حياته صلى الله عليه وسلم فلا يمكن الحديث عن النسخ ثم إنهم أضافوا فقالوا لابد للحديث عن النسخ من تعذر الجمع بين الحديثين أي لا يمكن أن نجمع بين الحديثين المتعارضين تعرفون أن هناك ما يسمى بتعارض الأحاديث فللعلماء منهج في ذرء هذا التعارض وأول المسالك التي يسلكها العلماء في هذا السياق على رأي الجمهور هو الجمع بين الحديثين فإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ ولذلك قالوا لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الحديثين هذه أهم الشروط التي ذكرها العلماء عندما تحدثوا عن النسخ وكما تعلمون بأن علم الناسخ والمنسوخ كما أشرنا في بداية الكلام هو علم جليل لأن النسخ أولا وقبل كل شيء إنما هو من باب رحمة الله سبحانه عز وجل بعباده إذا أردنا أن نبحث عن سر النسخ كما أورضه الشارع الحكيم سنجد أن هذا يدخل في رحمة الله سبحانه عز وجل بعباده لأن من مقاصد النسخ ومن أهدافه هو أن الشارع الحكيم راعى مصالح العباد ولذلك تجدون بأن أيضا من الأمور التي تجلي وتوضح أهمية النسخ وفائدة النسخ أن الشارع الحكيم تدرج بالناس من أجل أن يصلوا إلى جملة أحكام شرعية الغاية منها الرحمة بالعباد ولأهمية النسخ في حياة المكلفين شرعا ولقيمة النسخ في سماء دنيا العلوم الشرعية بشكل عام علماؤنا أفرضوا هذا الفن بجملة من المؤلفات التي تبين الناسخة من المنسوخ وتوضح هذا العلم وتبين كذلك الأحاديث الناسخة والأحاديث المنسوخة هناك كتب كثيرة جدا ومصنفات متعددة منها الناسخ والمنسوخ من الحديث للإمام أبي داود ومنها أيضا الناسخ والمنسوخ من الحديث للإمام أحمد بن حنبل ومنها أيضا الناسخ من المنسوخ لأبي محمد قاسم بن أصبر ومنها الكتاب الذي هو مشهور ويعرفه الجميع الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأطار للحازمي إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي تدل على أن حضور هذا الفن في عقول العلماء وفي اهتمام العلماء دال على أهمية هذا العلم وعلى ضرورة تمكن العالم من ناصيته من أجل أن يقود الناس إلى فهم سليم وإلى فقه رشيد يمكن من فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق المنهجية السليمة التي أرادها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي هو الناسخ والمنسوخ ذكر العلماء أيضا أنه يعرف بأمور لأن هناك أشياء بها يعرف الناسخ والمنسوخ ولذلك نجد أن علماءنا كابن حجر في نزهة النظر وغيره حاولوا أن يبينوا لنا المعايير أو المؤشرات الأساسية التي بها نعرف الناسخة من المنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل أصرحها ما يتعلق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يذكر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه أن الأمر قد نسخ بعبارة يفهم منها مثلا كنت قد نهيتكم عن كذا الآن فكذا كما سنرى من خلال التطبيقات التي سنذيل بها موضوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى ثم أيضا مما يعرف به النسخ أن يصرح الصحابي الجليل بذلك وأن يجزم بأن هذا الحديث مثلا متأخر عن هذا الحديث إذن الصحابي أدى كذلك عندما يصرح ويجزم بأن هذا الحديث متأخر عن ذاك الحديث فهذا يدل على وقوع النسخ بين الحديثين النبويين الشريفين أيضا من الأمور التي يعرف بها النسخ ما يتعلق بالتاريخ أي عندما نجد حديثين متعارضين ونكون على معرفة بتاريخ الذي قيل فيه هذا الحديث وبالتاريخ الذي قيل فيه ذلك الحديث فإننا نحكم بالنسخ من خلال العمل بالناسخ وترك المنسوخ أي أن المتأخر يأخذ به ويترك المتقدم كما قلنا في التعريف الذي قدمه الحافظ بن حجار رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه أي أننا نأخذ دائما بالمتأخر من الدليل ثم أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء فيما يرتبط بقضية معرفة النسخ والمنسوخ من حيث المؤشرات وما به يعرف ما يرتبط بالإجماع أي أن تكون الأمة مجمعة على ذلك علما أن الإجماع لا ينسخ ولكنه يكون دليلا على وقوع الناسخ ثم أيضا من الشيء التي ذكرها علماؤنا في معرفة الناسخ من المنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حديث معين مرتبطا برخصة معينة وأن يكون الحديث الآخر مرتبطا بعزيمة معينة فحينئذ فإنه يحكم بالرخصة بأن تكون ناسخة للعزيمة أي أنه يعتمد النص الحديثي الذي يتمحور حول الرخصة وينسخ الحديث الذي يتمحور حول العزيمة وهذا كما قلنا من باب رحمة الله سبحانه عز وجل بالمكلفين شرعا بل بالناس كل الناس ومن باب رفع الحرج عنهم كما هو معروف من خلال الحاجيات التي يتحدث عنها علماؤنا في ما يسمى بمقاصد الشريعة الحاجيات إنما تأتي لرفع الحرج ولذلك جاءت الرخص والرخصة عندما تأتي فإنما هي من باب الرحمة بالعباد فالنسخ إذن كما قلنا هو علم لا بد أن نعرفه لأنه إذا لم نكن على مريفة به فإنه يمكن أن نقع في التيه والضلال كما قال علي رضي الله عنه لقاص عندما كان يعظو الناس وكان يوجههم فسأله أتعرف الناس خامن المنسوخ لأنه على علم أنه يمكن أن يتحدث بأحاديث هي منسوخة ولم يعود العمل عليها ولا الحكم بها وهو ما يزال يروجها ويدعو الناس إليها فلذلك قال له هلكت وأهلكت أي أنك أضربت بنفسك وأضربت بالناس فعلم الناسخ وعلم النسخ بشكل عام الناسخ والمنسوخ هو علم يعتبر من علوم فقه الحديث أي أن هذا العلم عندما ندركه وعندما نكون على معرفة به فإنه يحملنا حملا إلى أن نفهم فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نستنبط منه ما هو مقصود من كلامه أصالة ولذلك عندما تقرؤون في كتب العلماء الفحول والجهابدة الذين رسعوا تاريخ الأمة بميداد من ذهب تجدون أن هذا المبحث كان حاضرا في تواليفهم وفي تصانفهم وأنهم كانوا دائما يبحثون عن رفع الإشكالات المتعلقة بالحديث النبوي الشريف من خلال السير على جملة المسالك ومنها هذا المسلك الذي هو التمييز بين الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الآن اتضح لنا ما المقصود بالنسخ واتضح لنا ما هي الشروط التي لا بد أن تكون في الحكم الشرعي لكي يكون الحديث عن النسخ مناسبا لمجال البحث في النسخ ثم تحدثنا كذلك عن ما به يعرف النسخ والآن سنحاول أن نورد بعض الأحاديث التي تجل هذا وتبينه ونبدأ بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والمتعلق بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن الأكل أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تاكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لا تاكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فظاهر هذا الحديث كما هو ملاحظ يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل بعد ثلاثة أيام من الذبح وطبعا علماؤنا والقاضعيات له وقفة طويلة مع هذا الحديث للتحديد المقصود بثلاثة أيام هل ثلاثة أيام من يوم النحري أي اليوم العاشر كما هو معروف من ذي الحجار أو من يوم الذي نحر فيه الإنسان من خلال أيام تشريق وعلى كل حال قاضي عياض يشير إلى أنه ليس هناك إشكال في الاختلاف في هذه المسألة ولكن المهم في هذا الحديث هو أن نفهمه على عمومه أي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينهان على مثلا أن الدخرة من لحوم الأضاحي وأن نأكل بعد ثلاثة أيام لأنه يريد من المسلمين عامة أن يأكلوا وأن يتصدقوا في هذه الأيام الثلاثة لكن هناك حديث آخر وهو حديث بريدة الذي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن لحوم الأضاحي ألا تأكلوا بعد ثلاثة فكلوا وانتفعوا بها في أصفاركم هذا الحديث فيه رفع لذلك النهي الذي تقدم فيه رفع لذلك النهي الذي تقدم فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى فإن في الحديث الثاني إخبارا عن الجواز بالأكل والانتفاع بعد ثلاثة أيام وبهذا يتضح أن الحديث الثاني حديث بريدة نسخ الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما فصار العمل بالحديث الثاني حديث بريدة بمعنى أنه لا بأس بالنسبة للمسلم والمكلف شرعا أن يأكل بعد ثلاثة أيام من أضحيته إن غياب هذا الفهم المتعلق باستحضار الناسخ والمنسوخ يؤدي بنا إلى الوقوع في جملة من الأخطاء التي تصرف الناس عن جادة الصواب بحيث إن المرأة عندما ينظر بعين واحدة وأقصد بهذا الكلام أنه ينظر فقط إلى حديث وينظر إلى صحة ولوده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما استحضار السياق ودون ما استحضار هذه العلوم المتعلقة بعلوم المتن التي تفيدنا في فقهه ومنها علم الناسخ والمنسوخ فإن عدم استحضار هذا يؤدي إلى الحكم بما لم يكن النص يقصده أصالة ولذلك استحضار الناسخ من المنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد فهمنا ويسدد فقهنا ويقودنا إلى أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق المقاصد والعلل والسياقات التي قيل فيها هذا الحديث الحديث الثاني هو الحديث الذي يتعلق بزيارة القبور فالحديث أيضا عند الإمام مسلم والحديث هو حديث بريضة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الحديث فيه كنت نهيتكم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بنفسه وهذا مثال لما قلنا بأن المؤشر الأول لما به يعرف الناسخ من المنسوخ هو أن يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عن ذلك وهذا مثال لذلك كنت نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه كان قد أخبر الناس قبل بعدم زيارة القبور لكنه بعد ذلك أخبر بجواز زيارة هذه القبور ويخطئ كثير من الناس عندما لا يجمع الأحاديث المختلفة في الموضوع الواحد بأنه ينظر إلى حديث واحد دون ما أن ينظر إلى الأحاديث الأخرى التي قد تكون ناسخة أو تكون مقيدة أو تكون مخصصة ومن هنا فإنه يزور عن الطريق ويحيد عن الصواب ولذلك تجدون من بعض الأشياء التي نسمعها في حياتنا اليومية أن كثيرا من الناس يرفعون أصواتهم بحرمة زيارة القبور ولسيما للنساء فيتمدون على نصوص حديثية منها لعن الله زائرات القبور وغير ذلك من الأمور وينسون أو يتناسون بأن هناك نصا حديثيا في هذا الباب جاء لينسخ الحديث الأول الذي فيه لعن والذي فيه المنع والذي فيه النهي عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قد يقول قائل إن هذا الحديث لا يتعلق بالنساء ولكن هذا الكلام فيه نوع من الشطط وفيه نوع من التعسف لأنه يحتاج إلى بيان ويعتمد النص العام حتى يرد النص الخاص يخصصه فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بينا في هذا النص على أن زيارة القبور إنما هي جائزة لأنها كما ورد في رواية إنما تذكر بالآخرة وأنها تلين القلوب وأنها ترطبها وأنها تذكر الإنسان بمصيره الذي ينتظره ففيها مقصد عظيم وفيها أيضا حمل لهذا الإنسان على أن ينظر إلى ما ينتظره بين يد ربه سبحانه عز وجل فلذلك زيارة القبور كما هو معروف عند الصالحين إنما هي من الرقائق وإنما هي مجال لتزكية النفوس والتقرب إلى الله سبحانه عز وجل ومن مقاصد هذا الدين التزكية والذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فمن مقاصد هذا الدين التزكية ومن الأمور التي تقود إلى تزكية القلوب زيارة القبور فبان واتضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم تم صرح بأن هذا الحديث الذي أورضناه وهو عند الإمام المسلم وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنما هو ناسخ للحكم السابق الذي فيه النهي عن زيارة القبور الحديث الثالث هو الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود وغيره وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل بالبقيع وهو يحتجم فقال له صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى أنه كان يأتي الحجامة والحجامة هي أخذ الدم بواسطة أداة خاصة تسمى بالمحجم أو المحجبة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فقال له صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث يعتمده كثير من الناس على القول بأن الحجامة إنما هي من المفطرات لكن هناك حديث آخر نسخ هذا الحديث وهو الحديث الذي عند أبي داود وغيره كما أنه عند الإمام البخاري ويوية البخاري هي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فهذا الحديث النبوي الشريف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم إذن هناك تعارض بين هذين الحديثين أما الحديث الأول ففيه أن من أتى الحجامة فهو مفطر وأما الحديث الثاني ففيه أنه لا تفطر الحجامة هذا هناك إشكال فلذلك لابد من البحث عن المسلك الذي به ندفع هذا التعارض بعدما تعذر الجمع بين الحديثين هو النسخ أي معرفة التاريخ وقد ذكر علماؤنا على أن الحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجول أفطر الحاجم والمحجوم إنما كان عام الفتح في السنة الثامنة للهجرة وأن الحديث الثاني الذي جاء فيه وفق رواية الإمام المخاري احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم فقد كان في حجة الوداع في السنة العاشرة الهجرة فاتضح على أن الحديث الثاني إنما هو متأخر عن الحديث الأول وبهذا نحكم بالنسخ أي نسخ الحديث الأول بالحديث الثاني أي أن الحجامة لا تفطر على رأي من يقول بالنسخ لأن هناك من العلماء من حاول أن يجمع بين الحديثين حاول أن يجمع بين الحديثين وقال بأن هذين الحديثين إنما يتعلقان بمسألة يمكن من خلالها أن نجمع وأن نوفق بينهما إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم في حق من رآه أن الحجامة تؤثر على صحته وتؤدي به إلى الضعف فقال له هذا أما وأن الإنسان لا يؤثر عليه أمر الحجامة فلا بأس أن يحتجم لكن الذي عليه عدد من العلماء هو النسخ أي أن الحديث الثاني احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم هو صائم فهو ناسخ للحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم إذن تلاحظون معي على أن علماءنا عندما سلكوا هذا المسلك العظيم في درء التعارض بين الأحاديث النبوي الشريفة إنما حملهم ذلك إلى أن يصلوا إلى فقه سديد وإلى أن يغوصوا في دقائق فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان علم الناسخ والمنسوخ ضروريا ضروريا لكل مهتم بعلوم الشريعة ويخطئ كثير من الناس ويخطئ كثير من الناس عندما يعتبرون أن مجرد قراءة الحديث النبوي الشريف وأن مجرد الوقوف على ألفاظه والوقوف كذلك على كلماته وجمله من شأنه أن يؤدبنا إلى فهم رشيد صحيح سليم له وقد غاب عنهم أنه لا بد من هذا الفقه المتعلق بالمتن وأنه لا بد من الجمع بين الرواية والدراية لأنه إذا لم نجمع بين الرواية والدراية فإننا سنصل إلى فقه أعرج وسنصل إلى مشكلات على مستوى تعاملنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علماؤنا الأوائل وكان علماؤنا الأفداد كانوا يجمعون بين هذين الأمرين بين الرواية وبين الدراية يقفون عند النص الحديث من حيث وروده فيفتشون في طرقه وفي رواياته حتى يصلوا إلى أنه صحيح سالم من كل العلد والعيوب لكنهم لا يقتصرون على هذا العمل فقط وإنما يعتبرون أن هذه هي البداية من أجل أن يوصلوا هذا الحديث إلى مختبر آخر هذا المختبر هو مختبر الفقه مختبر الفهم ولذلك يدرسون المتن فيدرسون أسباب وروده والناسخ والمنسوخ منه ويدرسون هل هو محكم إلى غير ذلك من هذه الأمور من أجل أن يقدموا للناس حديثا صحيحا من جهة وأن يقدموا للناس فهما سليما من جهة ثانية ولذلك اليوم نحتاج إلى هذا المنهج هذا المنهج الذي هو في الحقيقة استئناف لمنهج علمائنا القدامى ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى كان يقول بأن من لم يؤتى نصيب من الفقه فلا حظ له في اسم المحدث واليوم الناس يظنون أن المحدث هو فقط من يدرس الأساني دون ما أن تكون له معرفة بالمتن وبفقه المتن وغير ذلك فإذا من خلال هذا الدرس الذي يتمحور حول علم الناسخ والمنسوخ تبين أن الحديث النبوي الشريف إنما هو صنعة وتبين أن هذا إنما يحتاج إلى رجاله وإلى نسائه ممن جمعوا بين علوم الرواية وكذلك علوم الدراية وأنه لا تكفي فقط علوم الرواية كما أنه لا تكفي فقط علوم الدراية وقد مثل بعض علمائنا لهذا الأمر بقولهم إن العلاقة بين الحديث والفقه كالعلاقة الموجودة بين الطبيب وبين مثلا بين الطبيب وبين مثلا الصيدلاني مثلا فالطبيب إنما تكون له معرفة بما يتعلق بالأمراض والأدواء ولكنه لا يتوفر على أدوية وإنما يحتاج إلى صيدلاني من أجل أن يزوده بما به يداوي هذا المرض والصيدلاني له معرفة بالأدوية لكنه ليست لديه معرفة بما يتعلق بالأدواء والأمراض فلا يمكن للمريض أن يتعافى من مرضه إذا لم يأتي الأمرين إذا لم يأتي الصيدلاني أو إذا لم يأتي الشخصين الصيدلاني والطبيب هكذا الحديث والفقه نحن نحتاج إلى الجمع بين الرواية وبين الدراية نحتاج إلى أن نكون على علم بعلوم الرواية من حيث دراسة أحوال الرجال وصفاتهم وغير ذلك ونحتاج إلى علوم المتن التي تؤدي بنا إلى أن نفقها الحديث كما هو نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا للتي أقوم أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين